اشتركوا في القناة ليوم الاربعاء 11-3 القمر الموجود في الميزان في منزلة الزباني وهي المنزلة للفساد والقطع والمشاكل او القطيعة تأثير القمر لما بيكون في الميزان على جميع الابراج هذه افضل فترة عاطفية لتعزيز اوصار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر ومن ميل للاسترخاء بجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن قد تلعب الغير دورا في علاقة لم تستقر بعد في هذه الفترة ننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ممكن انه انقيم حفلات او اعادة تزيين البيت او ترتيبه او ترتيب المكتب او اقتناء حاجيات جميلة اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاول زاوية فلكية رح تكون هي في ساعات الظهر تقريبا هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر والمريخ رح تكون الساعة 12 وخمس دقائق بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة 22 وخمس دقائق ما بعد الظهر بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب اما الزاوية التي تليها هي زاوية تقريبا بعدها بعشرين دقيقة زاوية التزديس ايجابية رح تكون بين الشمس والمشتري رح تكون في تمام الساعة 12 وستة وعشرين دقيقة بعد الظهر بتدفع بحضوضنا بصورة عامة وبما ان القمر رح يكون في الميزان يعني كله المسار القادم رح يكون يوم اتناش ثلاثة رح يكون في تمام الساعة ثمانية وحد عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة تسعة وثمانية وعشرين دقيقة قبل الظهر برضو بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها القمر للعقرب عمر القمر القمر المكتمل ست عشر يوم في تمام الساعة أربعة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء يعني بعد الحلقة يصبح سبعة عشر يوم نسبة الإضاءة بتكون خمسة وتسعين في المية لانه ببدأ عملية الانحصار عن البدر اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى عشرين ثلاثي المزاج ممتزج القمر في الميزان حتى اتناش ثلاثي المزاج ممتزج عطارد في الدلو حتى يوم ستعاش ثلاثي المزاج ممتزج الزهرة في الثور حتى ثلاثي أربع المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى ثلاثين ثلاثي المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى أربعة عشر خمسة بعدين ببدأ عملية التراجع مزاج سعيد زحل في الجدي حتى اثنين وعشرين ثلاثي مزاج سعيد اورنوس في الثور حتى خمسة عشر ثمانية بعدين ببدأ عملية التراجع مزاج سعيد مزاج وسعيد ونبتن في الحوت حتى 23 ستة وبعدين ببدأ عملية التراجع مزاج وسعيد وبلوتوف الجدي حتى 25 أربعة وبعدين ببدأ عملية التراجع مزاج وسعيد وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل يوم جديد للقيام بعمل مشترك بوسعكم توقيع عقد أو اتمام خطبة أو زفاف هناك تأثيرات سلبية ممكن تكون متاعب عائلية أو مهنية أهم إش أنك ما ترتجل المواقف اتجنب الانتقاد وخصوصا في العمل يعني القمر موجود مقابلك مباشرة في الميزان في بيتك السابع في بيت الشراكة فهذا التأثير اللي بعطك إياه خلينا نشوف التوقعات على حسب الخرطة الفلكية يعني تقريبا التوقعات هي شبيهة للأمس ولكن في بعض الاختلاف في بيتين أو ثلاثة عشان ما حد يجي ولي توقعات نفسها نفسها لا هي الخرطة الفلكية بتحكي لي هيك مش أنا اللي بحطها يعني عشان هيك التوقعات بتكون شبيهة باختلاف بيتين أو ثلاثة فقط أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم النفسية تقريبا ما بنحكي خالية زي مبارح أو روتينية اليوم في نوع من أنواع الحدية والعصبية في المزاج وخصوصا في ساعات الصباح حاول أنك تمسك حالك من الانفعال والعصبية والتوتر عشان ما تفسد يومك من بدايته أما بالنسبة للبيت الثاني ما زالت الفرص مفتوحة أقوى من يوم أمس بخصوص الأموال اللي ممكن تيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو على شكل هدية أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم في كثير من الحركة والنشاط على أكثر من انتجاه عندك قدرة للإقناع عالية جدا اليوم تقدر تتواصل مع الجميع تقدر تقنع بوجهة نظرك تقدر تسوق لسلعة معينة تقدر تشتري سيارة تقدر تصلح سيارة تقدر تشتري هاتف يعني في كثير أشياء تقدر اليوم أنت تكسبها وأهم شيء أنه عندك حركة ونشاط عالية جدا تقدر أنت تتحرك لها بشكل مباشر وقوي فاستغل هذا اليوم بنشاطك هذا سوق لسلعة أو لمشروع اللي عنده امتحان برضو رح يقدم بشكل ممتاز جدا وخصوصا في المرحلة الأساسية لما قبل الثانوية العامة يعني يوم جيد على المستوى الحركي أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أن اليوم في نوع من أنواع الاهتمام إلو بالبيت ولكن اليوم بتركز على علاقة في أخ يعني أخ أو جار هاي فيه تركيز عليها قوي والأمور البيتية الأخرى هي أمور روتينية تشبه يوم أمس تحديدا يعني ما رح يكون فيها هالمفاجآت إلا ممكن نوع من أنواع الاهتمام بأحد الوالدين أما بالنسبة للبيت الخامس فشايف أنا في ساعات الظهر في نوع من أنواع العصبية أو الحدية في طريقة التعامل مع الحبيب أو ممكن أنه يتصرف الحبيب تصرف يزعجك أو ممكن تعرف معلومة عن الحبيب فتزعجك حاول أنك أنت تتعامل بهدوء لأنه هذا الوقت مش طويل وقت العصبية هذا وإن كان التعامل مع أحد أبنائك حاولوا تمسكوا أعصابك في توجيهه بدون توبيخ أو أذية أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه اليوم على مستوى العمل قوي جدا فيه فرص ممتازة على مستوى العمل تقدروا تنجزوا أعمال كثير اليوم اللي بده يقدم لعمل اليوم فرصة مناسبة اللي يقدم لعمل ممكن اليوم يصير عنده مقابلة أو ينقبل في فرصة عمل أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرناه في التوقعات أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه اليوم فيه نوع من أنواع الحدية في طريقة التصرف مع شركاء المال فممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع المحاسبة أو نوع من أنواع المصاريف لزيادة اللي ماء الهداعي حاول أنك أنت تمسك إيدك شوي بدون ما تتهور بالصرف وخصوصا في ساعات الصباح أما بالنسبة لبيتك التاسع فاليوم فارغ من الحدود تماما هو إلا بدعمك ولا بعاكسك إلا في ساعات المساء في نوع من أنواع المعاكسات فعشان هيك طول اليوم اللي عنده امتحان بد يكون مستعد بشكل جيد وحركتك بالنسبة للسفر والاتصالات والتناقلات بتكون على طبيعة عملك يعني إذا أنت شخص بتشتغل بالتجارة فأكيد رح يكون عندك اتصالات كثيرة وإذا أنت كنت شخص متقاعد وقاعد في البيت فأكيد مش رح يكون عندك اتصالات كثيرة فهذا بلعب فيها مكانك ومكانتك الاجتماعية وطبيعة عملك ولكن بالنسبة للامتحانات الجامعية الأول اللي عندهم سفر في ساعات المساء بدهم ينتبهوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحظوظ يناس بقول لك امتحانات المساء آه عندنا إحنا المساء ولكن في جزء آخر من الكرة الأرضية بيكون عندهم الصباح أما بالنسبة لبيت السمعة يعني بيت السمعة وبيت الأصدقاء ضائل اليوم وبكرة فيها الضغط وبعدين هذا الضغط بنتي بالنسبة لبيت السمعة حضرنا منذ الأمس واللي قبله واللي قبله واللي قبله يعني إنه من بداية الشهر ما نحضر نفس التحذيرات إنه ما تتأخر عن عملك ما تخلي العمل يتراكم ما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل حاول ما تتغيب أو تتأخر وما تخلي أعمالك تتراكم وما تعمل أي شيء يشويه سمعتك هاي لأنه الضغط اللي وارد من على البيت العاشر هو اللي بطلب منك هذا الشيء وعلى بيت الأصدقاء نفس الشيء برضو ضغط مستمر فديروا بالك أثناء التعامل مع أصدقائك أو مع علاقاتك أو مع الأشخاص اللي بتعرفوهم من الحدية والتسرع والعصبية أو فرض الرأي أو التحكم فيهم وبالنسبة لبيت المتاعب أقل حدية من الأمس ولكن حاولوا تنجزوا أعمالك وما تخلوها تتراكم وممكن تهتموا بصحة أحد المقربين لألكو أو بصحة مريض في مستشفى أو ممكن أنت اللي تكون مريض وأنت اللي تكون زورة مستشفى أو طبيب برج الثور بيتراكم العمل لديكم لكن تجدون تعاون من الزملاء مارسوا نشاط بدني للمحافظة على لايقتكم باكر لعملك وما تلتهي الإنشغالات كثيرة وممكن أنك ما تنجح في إتمامها نظم وقتك وما تقتصر يعني القمر في بيتك السادس بيت العمل وبيت الصحة فعشان هيك التحذيرات بتكون دائما على الصحة وعلى العمل لما بيكون في هذا البيت ولكن أنا اللي شايفه إنه إيجابي يعني ما فيه أي سلبيات عليه هذا النهار عشان هيك برضو بعطيكه فرص لاللي بده يقدم العمل أو فرصة عمل أو مقابلة عمل أو ممكن ينقبل العمل كلها فرص ممتازة وحتى على الوضع الصحي ممكن شخص كان ينتظر نتيجة معينة أو عنده فحص معين اليوم يطلع بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور جيدة نفسيا رغم إنه في البيت السادس بيكون ضاغط عليكم نفسيا لأنه صار القمر هسا مقابلكم يعني في الدرجات المقابل اللي هو سادس سابع ثامن هاي تعتبر مقابل البرج فعشان هيك بدأ في مرحلة المواجهة الآن فعشان هيك بتحسوا إنه طاقتكو بتبدأ إنها تضعف ولكن رغم هذا الشيء أنا شايف إنه نفسيتكو شوي في عندكو ثقة بالنفس عالية وممكن اليوم تنجزوا كثير من الأعمال الموكللة لكم أما بالنسبة لبيت الثاني بيت المال فأنا بقول في منكم أشخاص في منكم مش كلكم في منكم اللي بيشتغلوا بالعمل الإضافي ممكن يحصلوا على مال وفي منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية وفي منكم ممكن تجي هبة أو نوع من أنواع الدعم وفي منكم ما رح يجي هذا كله هاي أرزاق ولكن هي الأرجح بالبيوت إيجابية ولكن إذا أنت نايم في البيت وما بدك تتحرك أو متكاسل تتحرك أو ما بدك أنت الطالب أو ما إلك علاقات من وم بده يجيك المال ده تشتي عليك؟ طبعا لا أما بالنسبة للبيت الثالث فهو اليوم بدعمكو على مستوى الحركة والنشاط الإقناع التواصل الامتحانات في المرحلة اللي ما قبل الجامعية هاي كلها جيدة بتقدر تسوق لسلعة معينة بتقدر اليوم تتنقل على أكثر من مكان بتقدر في منكو رح يهتم بسيارته أو يشتري سيارة أو تسوق لسيارة أو صيانة سيارة أو صيانة هاتف أو مشتراء تهاتف أو جهاز كمبيوتر يعني أجهزة اتصالات ومواصلات ممكن أشخاص تسوق لسلعة معينة اليوم تكون إلا ومكاسب من خلالها يعني في مجالات مفتوحة إيجابية على مستوى بيت الاتصالات والمواصلات أما بالنسبة للبيت الرابع فوضع البيت روتيني طبيعي ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بضغط عليكم فعلى طبيعتكم تتعاملوا على مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه في ساعات الظهيرة تقريبا ممكن يصير فيه نوع من أنواع الحدية مع الحبيب أو نوع من أنواع التوتر في العلاقة أو مشاحنة معينة أو تكتشف قبر معين يعني يزعجك إلو علاقة بالحبيب أو بأحد أولادك أما باقي اليوم فاليوم روتيني في طريقة التعامل بالنسبة للبيت السادس ذكرناه أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراكة المالية والعاطفية برضو بلاقي أنه فيه نوع من أنواع الحدية في ساعات الصباح فعشان هيك يبتكوا تحتاطوا وانتوا بتتعاملوا مع شراكائك وبالمال أو العاطفة يعني كل واحد يدير باله بتعامل مع زوجته أو الزوجات يحذرهم بتعاملوا مع أزواجهم من العصبية أو الحدية بوقت غير مناسب أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بدل على نوع من أنواع الفوترة أو نوع من أنواع الضغط المالي أو زيادة في المصاريف فعشان هيك فيه نوع من أنواع الحدية عليك في الضغط المالي وخصوصا الأموال المشتركة اللي بتكون ما بينك وبين مؤسسة أو ما بينك وبين البنك أو بينك وبين شخص آخر فهاي كل هالفترة فيه نوع من أنواع الضغوط رح تواجهها خصوصا خلال هذا النهار والمصاريف الزائدة أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم اللي عنده امتحان أو عنده سفر ما يعتمد على الحظ كثير يكون مستعد يتفقد أوراقه أغراضه بشكل جيد خوف من النسيام أو خوف من أنه يطلع له مفاجآت أثناء الامتحان خصوصا امتحانات الجامعية اللي عنده اتصالات اتصالاته رح تكون روتينية عادية تواصل عادي لا في إيجابية ولا في سلبية ولكن في ساعات المساء دير بالك من الحدية في طريقة الاتصال أو التواصل أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فهذا تقريبا نعتبره إحنا اليوم القبل الأخير بالضغط على بيت السمعة فعشان هيك منقول دير بالك أنك تشوه سمعتك بأي تصرف أو بعصبيتك أو بتهور أو مخالفة قوانين أو أي شيء له علاقة بالزملاء بالعمل أو بمكان عملك مع زملاءك رؤساء عملك أو تقصر بعملك أو أنه تتكاسل تتأخر عن دوامك أنه ما تدوم بالوقت المحدد كلها هاي أشياء بتفتح لك مشاكل على مستوى العمل وعلى مستوى السمعة أما بالنسبة لبيت العلاقات فاليوم روتيني عادي يعني اتصالك مع أصدقائك أو معارفك بشكل روتيني يعني ممكن حتى يكون مجرد من العواطف الجياشي يعني فيه نوع من أنواع المجاملات فقط لا غير في أثناء الاتصالات والتواصل مع علاقاتك أو مع أصدقائك وين وجهت لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة راح تحضرها مجبرا أو مكرها لأنه بس بتأدي واجب اللي عليك بس أنه ما فيه قوة هالإنبساط راح تكون في داخلك حاول تكسر هذا الحاجز وتنبسط وتسعد في اللقاءات أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زال أنه بتظهر لك بعض الأشياء الخفية أو بكشف لك أشياء أنت ما كنت تتوقعها من سلوك أشخاص ممكن كانوا متنكرين بزي الأصدقاء أو بتعاملوا معك على أنهم أصدقاء وبيحاولوا يفرضوا سيطرة عليك أو يتدخلوا في حياتك أو أنهم يحاولوا أنهم يشوهوا صورتك حاول أنك ما تأمن سرك لأي إنسان بهذه الفترة حاول أنك تتعامل مع الكل بحيادية إنجز أعمالك بشكل جيد وحاول أنك أنت تخلد للراحة وتراقب صحتك وإذا اليوم ممكن يكون فيه نوع من أنواع النشاط لزيارة مريض أو عيادة مريض إما في مستشفى أو بعز عليك ويكون قريب لإلك تحاول أنك تتواصل معه لتطمئن على صحته برج الجوزاء تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم يوم مناسب لممارسة نشاط فني أو أدبي هاي فترة استثنائية ورائعة ببتسم لك الحظ من خلالها وبتكون فرحتك كبيرة بتهتم باستعادة موقعك وبتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره يعني فيه انفراج وخبر صار خلال هذا النهار القمر موجود في بيتك الخامس بيت العاطفة وبيت الحضوض الشمس برضو مشكل زوايا زاوية مع المشتري لها علاقة بالحضوض فهذا الأمر بدعمك على أكثر من باب مع بعض عشان هيك اليوم رح يكون فيه عندك أخبار ممكن تطمئن بالك أو تكون استثنائية بالنسبة لبيتك الأول اليوم نفسيتك أحسن بتحسن اليوم فيه ارتياح كامل عندك ما فيه نوع من يعني ما فيه قلق ما فيه توتر رغم أنه من طبيعتك أنك انت ظل قلق أو متوتر ولكن اليوم هذا بيكون فيه نوع من أنواع الاختلاف في الطبيعة يعني بتلاقي حالك مشحونة بطاقة إيجابية من الصباح أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه اليوم برضو الفرص ممتازة لمكسب مالي من عمل إضافي أو تحصيل أموال أو ديون إلك أنت بتقدر تحصلها خلال هذا النهار في منك وممكن يحصل على هدية أو مكافأة أو إطراء أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف اليوم برضو فيه كثير من الاتصالات والتحركات والنقاشات ممكن اليوم تنشط غير عن العادي في كثير من الاتجاهات أو الاتصالات حتى ممكن تسوق لسلعة معينة أو يكون فيه عندك أكثر من مشوار ممكن يكونوا حتى فيه أكثر من مدينة أو أكثر من مكان تقدر تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار واللي عنده امتحان خصوصا في المرحلة اللي ما قبل الجامعية بيكون لصالحكم وفي منكم ممكن يهتم إما بشراء سيارة أو هاتف نقال أو جهاز كمبيوتر يعني إشي العلاقة بأجهزة الاتصالات والمواصلات أو يهتم بصيانة سيارته يعني اليوم هذا على كل هاي الأشياء إيجابي أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه اليوم فيه نوع من أنواع العلاقة العائلية ولكن أنه مش بالقوة اللي أنت بترجوها يعني ما رح يكون هالتواصل الوفير أو القوي جدا بالحضوض على مستوى البيت فعشان هيك اليوم أنت بتعمل الواجبات اللي عليك بخصوص البيت أو مع أفراد البيت كنوع من أنواع الواجب فقط لا غير ولكن ما فيه الحرارة الكاملة اتجاه البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت السادس يعني برضو فيه نوع من أنواع الحضوض على مستوى العمل اليوم فيه فرصة للي بيقدم على عمل أو قدم على طلب العمل ممكن اليوم يجي رد أو يسمع رد على هذا الموضوع وممكن تجي فرصة عمل ولكن أنه بدو يدرسها بشكل جيد وفيه منكو رح يهتم بوضعه الصحي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراك المالية والعاطفية فأنا بشوف أنه في ساعات المساء هو يوم روتيني طبيعي عادي ولكن في ساعات المساء ممكن يكون فيه نوع من أنواع الحدية في التعامل أو نوع من أنواع العصبية في التعامل حاول أنك تمسك حالك كان الأمر معك أو كان صادر منك امسك حالك وما تنفعل أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه اليوم فيه كثير من الأمور اللي بتطلب منك ترتيب أمور إلها علاقة بالفوترة أو المحاسبة أو التزامات أو دفعات مالية أو مشتريات غير ضرورية حاول أنك أنت ترتب أمورك المالية بشكل عقلاني ممكن تنضغط اليوم في وقتين خصوصا في فترة الصباح وفترة المساء رح يجيك خبرين لهم علاقة بنوع من أنواع المطالبات أو ضغوط المالية فحاول أنك تمسك أعصابك وترتب أمورك بشكل عقلاني أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا بقول لك أنه اليوم اللي عنده امتحان أو عنده سفر أو عنده دراسة أو عنده مقابلة أو عنده بحث معين يحاول أنه يمسك أعصابه ويستعد ويدرس بشكل جيد ويحاول يتوقع الأسوأ عساس أنه يكون مستعد أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فما زال كمان هذا اليوم وضاي البكرة وهو ضغط على مستوى بيت السمعة فحاول أنك أنت تنجز الأعمال المطلوبة منك وما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل حاول تنجز الأعمال المطلوبة منك على أكمل وجه ما تحاول أنك تتغيب أو تتأخر عن عملك ما تحاول تفرض رأيك على اللي بيشتغلوا معاك في نفس المكان تتعامل بنوع من أنواع الدبلوماسية وما تحاول أنك تخالف القوانين أو تدخل في أي شيء مشبوه أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف اليوم يعني ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة ويكون في من هاي الدعوي شيء إيجابي أو نوع من أنواع الإطراء لإلك أو يسعدك هذا اللقاء بطريقة ما حاول أنك تستغله بشكل إيجابي وإذا في حدث تفزك حاول أنك تمسك عصابك قدر الإمكان أما بالنسبة لبيتك 12 بيت متعبك فأنا شايف أنه شوي الأمور بتطلب منك نوع من أنواع الحكمة حاول أنك تراقب وضعك الصحي ما زالت الأمور على مستوى المناعة فيها نوع من أنواع ضعف يعني ممكن أنك تفلوز ترشح سعال حساسية نوع من أنواع شد العضل من التوتر يعني من الضغط اللي صار له فترة يعني معك عشان هيك ممكن أنه ما زالت الأمور موجودة حاول أنك تراقب وضعك الصحي وحاول أنك تنجز الأعمال الضرورية وما ترهق حالك وإخلد للراحة برج السرطان ابتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم موسعك التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الإتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية القمر موجود في بيتك الرابع فعشان هيك هاي التأثيرات اللي أنت ممكن تشعر فيها خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الأول فأنا شايف أنه يعني نفسيا أنت مرتاح مش مضغوط بالشكل الكبير بالعكس يعني عندك طاقة أنك أنت تجدد أو تكسر الحواجز النفسية اللي ممكن أنها تأثر عليك بشكل سلبي ورغم أنه عندك قابلية ولكن أنك أنت بتحاول أنك أنت ما تستسلم أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه في فرص مالية خصوصا من اللي بيشتغلوا في مجال العمل الإضافي أو اللي بيشتغلوا في مجال التسويق أو بيشتغلوا في مجال بيع الأثاث يعني تجيهم فرص خصوصا برضو اللي بيشتغلوا في العمل الإضافي أو ممكن تجيهم نوع من أنواع المنح أو سداد الديون ولكن برضو بدهم يديروا بالهم من النفقات أو صرف الفلوس بمكانها غير المناسب أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه اليوم لازم يكون فيه نوع من أنواع الاتزان أثناء التناقلات ما لازم يكون فيه اندفاعات وتهورات اللي عنده امتحان ممكن يدن بشكل جيد ولكن عند المقابلات أو المناقشات حاول أنك تمسك عصابك وتتناقش بدبلوماسية واللي عنده نوع من أنواع التسويق لسلعة معينة اليوم بيكون لصالحه أما بالنسبة لبيتك الرابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك الخامس فارغ تماما لا حظ ولا سلبي موجودة فأنت بتتعامل فيها على طبيعتك أو على طبيعة العلاقة اللي أنت عايشها مع الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم إيجابي على مستوى العمل والصحة فممكن اليوم أنت تقدم لوظيفة أو لعمل جديد أو ممكن تنجز إنجازات إلها علاقة بالعمل أو تخطو خطوة باتجاه العمل أو يجيك رد ممكن قبول أو موافقة على عمل معين أنت كنت مناقش عليه فالفترة هاي بتدعمك بشكل إيجابي وفي منك رح يهتم بصحته أو بصحة أحد المقربين لإله أما بالنسبة للبيت السابع فما زالت الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية ضغطة شوي فعشان هيك بدها نوع من أنواع الاهتمام وصوصا بالدبلوماسية بالتعامل مع الشركاء ما بدها حدية وما بدها عصبية العقلانية هي اللي بتنتصر في هذه الأوقات ما تختلق المشاكل أما بالنسبة للبيت الثامن فهذا شوي بضغطك على نمط الحسابات فكثير عندك أشياء بدها ترتيب حسابي ممكن دفعات ممكن التزامات ممكن ديون تطالب فيها ممكن أنت مأرق نفسك من بعض الديون اللي عليك يعني هي بحاجة للعقلانية والهدوء في عملية الترتيب على أساس أنها ما تكبر الأمور حاول أنك تقلل من مصاريفك وحاول أنك تعمل إشي الضروري والمهم والأهم ما تسترسل بالأمور وحاول أنه إذا كانت الأمور إلها علاقة في الأمور البنكية حاول أنك أنت تعمل نوع من أنواع الاتفاقية مع البنك على أساس أنه ما تثقل الأمور على كاهلك أكثر أما بالنسبة للبيت التاسع فهو فارغ تماما من الحضوظ لا معك ولا ضدك في أثناء الاتصالات الخارجية أو مع أشخاص خارج البلاد في أمور السفر في أمور الامتحانات الجامعية يعني كلها تقريبا فارغة من الحضوظ ومن المعاكسات يعني بتتعامل على طبيعتك أما بالنسبة للبيت العاشر فما زال كمان اليوم ضاغط على مستوى بيت السمعة فحاول أنك تنجز الأعمال خصوصا اللي بيشتغلوا في الشركات الكبيرة ينجزوا أعمالك وما تدخلوا بمواجهات مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل حاولوا أنك تتعاملوا بدبلوماسية ما تتأخر عن عملك وما تهمل دوامك وحاول ما تخلي الأعمال تتراكم عندك ويصير عندك كمية من الأعمال ترهقك لأنه أنت ما رح تقدر تنجزها أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم برضو في نشاط بين الأصدقاء ممكن يجمعك هذا بصديق أو تواصل مع أصدقاء معينين يدعموك بمجال معين أو يساعدوك في مسألة معينة فعشان هيك الأمور رح تكون لصالحك وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلي أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف أنه الأمور جيدة يعني ما فيها الضغط الكبير اللي موجود عليك خلال هذا النهار بالعكس يعني الأمور فيها نوع من أنواع الإيجابية فعشان هيك بتقدر تنجز الأعمال إذا حطيت في بالك تنجز الأعمال ولكن أنه شوي بدك تحاول تراعي أنه ما ترهق حالك لأنه منعتك شوي في هذه الأيام ضعيفة شوي فممكن أنه خصوصا أنه أنتم معروفين برج السرطان في التحسس في القصبات الهوائية أو الرئوية فعشان يقديروا بالكوا في الفترة هاي من أي أمراض أو احتمالية المرض حاولوا أنكم تلتزموا في الفيتامينات المكملة أو العصائر أو الأشياء السخنة الدافية برج الأسد تنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات بوسع كل يوم اجتياز امتحان ممكن تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتستوعب الظروف وبتتكيف معها بسهولة هاي فترة التواصل بناءة مع الآخرين تتمتع بنشاط ذهني بيسمح لك بالمنافسة القوية لا تضيع الفرصة يعني القمر موجودك في بيتك الثالث وهو إيجابي بدعمك بشكل قوي بعزز النقاط كلها هاي اللي احنا ذكرناها أما بالنسبة لبيتك الأول فأنا شايف أنه شوي ممكن الصبح هيك يتصحى تكون متنكد أو مش مبسوط أو إيش يستفزك ولكن أنه ما راح تطول طول اليوم بالعكس يعني أنت بتقدر تتأقلم اليوم بشكل جيد تشحن حالك بطاقة بسرعة هائلة جدا تتأقلم مع الوضع أما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم أكثر من اليوم أمس من ناحية الفرص المالية فممكن اليوم تحصل على نوع من أنواع الدعم وخصوصا من العمل الإضافي أو اللي بيشتغلوا بالتدريس المكثف أو ممكن بيشتغلوا في التدريب الخاص أو الشغلات البرايفت يعني فممكن يجيكوا دعم من خلالها بس أهم شيء أنه برضو الالتزامات معروفة إنها كثيرة يعني حاولوا أنه يكون اللي داخل أقل من اللي خارج منكو أما بالنسبة للبيت الرابع فهو خالي تماما على مستوى البيت البيت يعني تقريبا الأمور مستتبة فيه التعاون مع أفراد البيت طبيعي هادي ما فيه أي شيء يضغطك بالعكس الأمر على طبيعته روتيني منقدر نقول إحنا أما بالنسبة للبيت الخامس حاول تتجاوز عصبية فترة الصباح بس من نوع من النوع الحدية أو ردة الفعل هيك تكون مع الحبيب أو يصلك خبر من الحبيب يستفزك حاول إنك تمشيه بطريقة ما على أساس أنه ما تتفاقم الأمور واللي بيتعاملوا مع أبنائهم يديروا بالهم من العصبية بس أما بالنسبة للبيت السادس اللي يقدموا على وظيفة في الفترة الماضية ممكن اليوم يجيهم خبر عن تعيين أو قبول أو رد عن هذا العمل فيه فرصة اليوم لتقديم لطلبات العمل أو عمل جديد تقدروا تنجزوا اليوم كثير من العمال الموكلة لإلكم فيه نوع من أنواع الاهتمام ببعض الأمور الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني عادي في طريقة التعامل مع الشركاء بالعمل أو بالعاطفة فالأمر طبيعي وهادي جدا يعني نوع من أنواع الروتين أما بالنسبة للبيت الثامن فهو اللي أنا أقول لك أنه ممكن تجيك بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمصاريف أو الأمور الروتينية بس حاول أنه لو حدا طلب منك أنه تكفله أو تضمنه أو تدينه فلوس بالفترة هاي اعرف أنه إذا داينته ما رح تسترد هذا المال وفي منكو يديروا بالهم على يعني أغراضهم من الضياع أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور ضغطة على بيت الدراسة الجامعية والامتحانات الجامعية فعشان هيك يحاول أنك تمسك حالك ركز مصبوط إذا كان عندك امتحان ما تعتمد على الحظوظ هذا النهار اللي عنده سفر برضو نفس الإشي بده يتفقد أوراقه شنتته أغراضه موعد الطيارة كل الأمور هاي على أساس أنه ما يصير أي شيء يفاجأه بشكل سلبي واللي سفروا عن طريق البر بده يحاول أنه يهتم أنه ما يغامر وما يندفع ويتفقد سيارته يبل ما يتحرك فيها أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف فيه نوع من أنواع ما زال الضغط موجود على بيت السمعة كمان اليوم ضايلي اليوم وبكرة وبعدين بنتهي هذا الضغط فعشان هيك يحاول أنك أنت ما تتأخر عن عملك ما تخلي أعمالك تتراكم رتبها بالطريقة الصحيحة على أساس أنك أنت تنجز هاي الأعمال حاول ما تخوض بجدالات أو نقاشات مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل عشان ما تحتدش الأمور وفي نفس اللحظة ما تعمل أي شيء ممكن يشوه سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم برضو في فرصة للقاء الأصدقاء أو اتصالات أو معاونة صديق لإلك أو يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو يكون في عندك زيارة أنت لا أحد الأشخاص نوع من أنواع الواجب ولكن رح يكون فيها شيء لصالحك أما بالنسبة لبيت المتاعب في اليوم أريح من يوم أمس فعشان هيك الأمور جيدة بتقدر أنك أنت تستغلها بالشكل الجيد في إنجاز الأعمال مراقبة الوضع الصحي تاعك بداية برنامج غذائي مثلا معين ممكن تهتم أنت بعيادة مريض أو زيارة شخص في مستشفى أو شخص أساسا كان في مستشفى وخرجه من المستشفى يعني مريض تحديدا برج العذراء تم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة بتتركز الأمور على الأمور المالية ممكن تقلق من مصاريف مصاريف هي تكون طبية أو استشفائية طارئة ناقش العقود والمعاملات الإدارية بتأني ودقق بالتفاصيل ممكن ترغب بمساعدة أحد أو تقوم بمبادرة خيرية القمر طبعا موجود في البيت الثاني فعشان هيك هاي أغلب الصفات اللي راح تكون أو التأثيرات اللي راح تكون خلال هذا النهار من البيت الثاني أما بالنسبة للبيت الأول فبلاقي أنا اليوم نفسيتك أحسن وعندك نشاط نوع من أنواع الحيوية يعني متفائل أنك أنت اليوم تنجز أشياء كثيرة أو تستغل هذا النهار بالاتجاه الصحيح أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات واللي عنده امتحان اليوم ممكن ينجز بشكل جيد وتكون الأمور لصالحه يعني بتقدر تقنع أي شخص اليوم بوجهة نظرك عندك سرعة بديهة عالية جدا يعني الأمور ممتازة أما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت الأمور على مستوى البيت ضاغطة فعشان هيك فيه أمور بيتية بتلفت انتباهك أو بتشغل مخك أو تفكيرك أو الاهتمام بصحة أحد أفراد البيت أو الاهتمام بمشكلة معينة بداخل البيت أهم إش أنك تتعامل معها بعقلانية بدون حدية أو عصبية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو أكثر مكان اليوم بحذرك فيه خصوصا في علاقتك مع الأحبة والأبناء فحاولوا قدر الإمكانك وتتعاملوا بروية بدون عصبية حتى لو أنك اكتشفت أي شيء سيء خلال هذا النهار بتصرف أحد الأبناء أو أحد الأحبة حاول أنك تتعامل معها بدبلوماسية بدون العصبية والإنفعال أو الإنفجار بمعنى آخر أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم على مستوى العمل بتقدر تنجز كثير من الأعمال الموكاللة إلك الأمور جيدة على مستوى فرص العمل ممكن اليوم يا أما تجيك فرصة عمل يا أما أنت تيدم العمل وبكون فيه إيجابية أو إنجاز جيد أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف على مستوى الشراكة شوي فيه نوع من أنواع الحدية ممكن أنه فيه سوء تفاهم أو ممكن أنه نوع من أنواع المشاكل الداخلية حاول أنك تحلها بعقلانية أو ممكن الشريك عنده توتر أو عنده اكتئاب أو عنده ضغط معين بتفشش أو ممكن أنت اللي عندك هذه المشكلة فما تعرفش تتصرف فتروح إلا أنت منفجر بالشريك خصوصا شريك العاطفة أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه الأمور المالية ضاغطة أو الالتزامات المالية ما زالت ضاغطة خصوصا على أمور الفوترة أو الأمور الالتزامات المالية مع الشركاء أو الأمور المالية في أمور إلها علاقة بالبنك أو إلها علاقة بتأمين أو إلها علاقة بضريبة الدخل يعني بكل هاي الأمور ممكن أنه يكون فيه نوع من أنواع الالتزام بدها عقلانية في طريقة إدارة الأمور على أساس أنه ما تتفاقم وتضغط عليك بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه اليوم هو خالي تماما من الحضوض ومن السلبية إلا أنه خلال ساعات الصباح وخلال ساعات المساء فيه وقتين بيخصير فيهم ضغط فحاول أنه معناته ما تعتمد على الحضوض في هذا النهار على الامتحانات وإذا كان عندك سفر بدك تستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا بقولك أنه اليوم يعني برضو على مكان السمعة مأثري عليك الأمور لسه الأمور ضغطة على بيت السمعة بأخي كمان يوم وبتنتهي ولكن أنه ما زالت الأمور ضغطة فعشان هيك ما في داعي أنك أنت تراكم الأعمال عندك أو تهم الأعمالك أو تدخل بمواجهات مع رؤساك أو زملائك بالعمل حاول تنجز أعمالك بشكل عقلاني ما تتأخر عن دوامك ما تتغيب عن دوامك وما تدخل بأي شيء بشوه السمعة خلال هذه الفترة أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه الأمور إيجابية على مستوى العلاقات والاتصالات ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو ممكن تتواصل مع أشخاص لحل مشكلة معينة وممكن اليوم تكون بزيارة ودية أو زيارة شخصية أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زال في نوع من أنواع الضغوط عشان هيك في مسألة صحية فيك أو في أحد المقربين لإلك بتأرقك ممكن اليوم أنت تتراكم الأعمال عندك بشكل كبير فحاول أنك تنجز الأعمال الضرورية حاول أنك ما تتأخر عن دوامك زي ما حكينا وحاول ما تأمن سرك لأي حد وحاول تنتبه من الأشخاص اللي بتتعامل منهم لأنه في أشخاص ممكن بدها تحاول أنها تسيطر عليك أو تفرض رأيها عليك تتحكم فيك فحاول أنك أنت بدبلوا ماسيتك أنك أنت تطلع من هذا الشيء على أساس أنه ما يقدروا أنهم يفرضوا رأيهم ويتحكموا في حياتك برج الميزان برج الميزان طال انتظار القمر تقريبا الآن هذا اليوم استقر بشكل كامل عندكم في البرج فعشان هيك اليوم معظم موليد الميزان بشعروا بهاي الأمور اللي أنا ذكرتها خصوصا على بيت الشخصية أما بالنسبة لبيتك الثاني فهو إيجابي على المستوى المال فكثير منك ممكن يحصل على مال من عمل إضافي أو على شكل هبة أو مساعدة أو منحة أو مكافأة أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أن الأمور على مستوى الاتصالات والتنقلات والسفريات القصيرة اليوم ما عالي جدا ممكن اليوم حتى لو دخلت في نقاش تقنع أي شخص بوجهة نظرك ممكن إذا بتروج لسلعة معينة برضو تكون لصالحك وممكن اللي عنده امتحان اليوم ينجز بشكل جيد في منكم ممكن يهتم إما بصيانة سيارة أو هاتف أو شراء سيارة أو هاتف في كثير من الاتصالات خلال هذا النهار واللي عنده مقابلة برضو رح تكون لصالحه أما بالنسبة لبيتك الرابع فما زال البيت ضاغط فعشان هيك فيه شيء ملفت لانتباهك أو شاغلك إلو علاقة في البيت إلو فترة فممكن هي مشكلة مستمرة أو حدث معين أو خبر معين أزعجك أو صحة أحد المقربين لإلك ملفت انتباهك بالفترة هاي فعشان هيك فيه نوع من أنواع التوتر على الداخل البيت يعني أنت مش مرتاح في البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فعلاقتك مع الأحبة ومع الأبناء اليوم رتيبة يعني من النوع اللي هي الأمور الطبيعية أو الروتينية فبتتعامل بطبيعتك أو بطريقتك المعتادة معهم ما فيه لا إيجابية ولا فيه سلبية في هذا الأمر فهي طبيعتك اللي بتحكم على الأمر أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا بحكي لك أنه اليوم بدك تدير بالك من أنه الأعمال عندك في مكان عملك أنها تتراكم عليك حاول أنك تنشط نفسك وتنطلق على أساس أنك تنجز كثير من الأعمال لأنه إذا الأعمال تراكمت معناته في إرهاق وفي تعب وفي توتر على المستوى الصحي يعني ممكن أنك أنت تصير بحاجة لطبيب فعشان يك حاول أنك تنجز الأعمال اللي عندك ويهتم بصحتك أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايفه فارغ تماما يعني ما فيه أي شيء لا سلبي ولا إيجابي بضغط عليك فعشان يك بتتعامل مع شركائك بالمال وبالعاطفة على طبيعتك أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أن الأمور على مستوى البيت الثامن يعني شوية نفقات في ساعات الصباح أو التزامات أو مطالبات مالية وفي منكم ممكن ينسى محفظته ينسى أوراقه الثبوتية مفتاحه فيحاول أنه يركز من النسيان أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الامتحانات الجامعية على مستوى السفر على مستوى التنقلات على مستوى الدراسة على كل المستويات اللي إلها علاقة بالسفر والاتصالات اليوم رح تكون جيدة أما بالنسبة لبيت السمعة فأنا بقول لك أنه ما زال كمان اليوم في نوع من أنواع الضغط فعشان هيك ما تحاول أنك تقصر بعملك أو تتأخر عن عملك أو تتراخى في إنجاز أعمالك وحاول ما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل يعني ما ظل اليوم وبكرة وبعدين بنتهي هذه الحدية الكبيرة المستمرة من بداية الشهر وهي ضغطة على بيت السمعة حاول أنك تكمل اليومين هدول على خير بدون ما تشوه سمعتك أما بالنسبة لبيتك اللي 11 فأنا شايف أنه الأمور برضو روتينية اليوم بالتعامل مع الأصدقاء أو الأحبة أو المعارف فبلاقي أنه شوي بساعات المساء ممكن تحتد من طريقة معينة أو من كلمة أو أسلوب فتحلله بطريقة نفسية مزاجك ما يكون رائق للموضوع فتروح لأنت معصب أو يعني مستفزك هذا الموقف فحاول أنك تمسك عصابك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور جيدة على مستوى بيت المتاعب الأمر آمن تماما بتقدر اليوم تنجز الأعمال المهمة وتهتم بوضع صحي إلك أو لأحد المقربين لا إلك يعني بتقدر تفرض شخصيتك بطريقة ممتازة جدا فعشان هيك بقول لك اليوم نفسيتك ممتازة بتقدر تتحرك وتكسب الأشياء اللي ما كنت قادر أنك تحققها في خلال الأسبوع الماضي برج العقرب يعني العقرب معروف أنه القمر موجود في بيت متاعبهم شوي بضغط عليكم التعب ما زال موجود في نوع من الملل مسيطر عليكم بدكوا تخلدوا للراحة حاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل بسود سوء التفاهم بتخف وطيرتك تشعر بالإحباط ممكن تتأخر المعاملات أو تلغى حتى بتلغب في الابتعاد عن الأجواء الصاخبة يعني هاي الفترة هي إجمالا سلبية لأنه القمر لما بكون في بيت المتاعب بضغط الشخص لدرجة إنه ما بيعرف المشاكل من وين بتجي ولكن هي كلها ضغط على بيت المتاعب فعشان هيك هو اللي بوتر وبخلق كل هاي الأشياء اللي إحنا ذكرناها الآن بيأثر على بيتك الأول وبيأثر على بيت متاعبك فعشان هيك هذا الإشي اللي أنت بدك تكون منتبه له علما إنه اليوم بالنسبة لبيتك الثاني هو إيجابي على مستوى المال فاليوم في فرص لمكسب مالي من عمل إضافي أو تعويض أو ممكن تدخل به صفقة تجارية تحقق منها ربح أما بالنسبة لبيتك الثالث فهو ضغط عليك ما زال الضغط موجود بسبب كواكب اللي موجودة في الجدي زحل، مشتري، بلوتو هاي كلها ضغطة لأنها هاي في البيت الثالث عندك فعشان هيك يحاول أنك أنت برضو تنتبه لتنقلاتك تنتبه لإنفعلاتك ما في داعي للعصبية ولا للتوتر حاول تريح حالك هيك ما يعني ما تعتمد على الحضوض في الامتحانات ولا في المناقشات ولا في المقابلات بدك أنت جهدك الشخصي اللي برضو بمشي في هذا المجال ماشي بتحس أنه كلمتك ثغيلة على الناس وانت حكيها بطبيعة ولكن هذا مش السبب الأساسي السبب أنه أنت مشحون بطاقة سلبية عالية جدا فاللي قبالك ما بيستوعب الكلام اللي أنت بتحكيه بغض بحساسي أما بالنسبة للبيت الرابع فعا مستوى البيت اليوم الوضع إجمالا إيجابي ممكن يكون نشاطات عا مستوى البيت أو لقاءات أو دعوات أو زيارات أو اهتمامات لها علاقة بالبيت أو الدكور أو بعض المشتريات الخاصة للبيت أو الاهتمام بشراء جهاز أو ثلاجة غسالة شغلي من هذا القبيل ممكن تهتموا في هذه المسائل والأمر رح يكون إيجابي بما أنه عطارد أنهى عملية التراجع أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف على الأمور العاطفية أو علاقتكم مع أحبابكم شوي فيها نوع من أنواع التوتر يعني أنت مشحون بطاقة سلبية أو فيه إشي سلبي موجود فعشان هيك المشاكل بتكثر بتزيد المشاكل أو بتزيد الحدية وبتزيد حساسيتك حتى اتجاه هذول الأشخاص حاول أنه أنت تتكيف مع الوضع أو أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية أو تتجنب حتى الدخول بالمشاحنات على أساس أنه تمشي الفترة هاي أما بالنسبة لبيت السادس على مستوى بيت العمل الفرصة ممتازة للعمل خلال هذا النهار وممكن تقدم العمل وتنقبل فيه أو ممكن يجيك فرصة عمل خلال هذا النهار واللي بيعمل بينجز كثير من الأعمال الموكلة لإله وممكن يهتم بصحته أو بصحة قريب لإله أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى الشراك المالي والعاطفي الأمور جيدة تقدر اليوم تنجز كثير من الأعمال أو تطرح فكرة ما بينك وبين الشريك تحاول تحل مسألة معينة أو تضعوا خطة مستقبلية لحلول أنتم مقبديمين عليها أما على مستوى البيت الثامن فهو بدعم الأمر على مستوى الدعم المالي فممكن يجيك دعم عن شكل شريك أو تعويض يعني زوج أو زوجة أو تعويضات أو أمور إلها علاقة ببوليس التأمين أو إلها علاقة بتأمينات أو إلها علاقة بمستردات مالية أو أمور بنكية أما بالنسبة لبيتك التازع فأنا شايف أن الأمور ممتازة على مستوى المواضيع السفر على مستوى النقاشات بمواضيع السفر برضو على مستوى الامتحانات الجامعية على مستوى الاتصالات الخارجية كل هاي الأمور راح تكون جيدة على مستوى الجامعات يعني أما بالنسبة لبيتك العاشر فما زال أمر ضاغط على بيت السمعة اليوم وبكرة فعشان هيك بدك تحاول انه برضو ما تعمل اي شيء يشوه سمعتك بالفترة هاي حاول تنجز العمال المطلوب منك بدون ما تتكاسل ما تتراخى بالعمل او تتغيب عن مكان عملك حاول انه ما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل هذا الامر اللي بيعملوا طيب وستات البيوت برضو العمل اللي في البيت هذا عمل والمسؤولين في العمل عن العمل هذا او زملائك بالعمل اللي هم ابنائك او الناس اللي انت بتعيلهم في البيت والمسؤول عن المكان هذا اللي هو الزوج فانجزوا الاعمال المطلوبة منك بدون تكاسل عاولوا تشوفوا شو اللي بدهم اياه او اللي بيرضيهم على اساس تطلعوا انتوا من المشاحنات اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه على مستوى العلاقات العامة والاصدقاء اليوم ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي او مناسبة او تكون حتى اللقاء عندك انت او قريب منك فيكون في نوع من انواع الانبساط والمسرة وتشحن حالك بطاقة ايجابية عالية من ورا هذا اللقاء ممكن تطلب المساعدة او المعاونة في مسألة معينة من صديق فيكون الامر ممتاز اما بالنسبة لبيت المتاعب فقلنا في البداية انه القمر موجود في بيت متاعبك وهي سبب الضغوط معظمها بتيجي من بيت المتاعب برج القوس يعني القمر في بيتك 11 بتنشطه اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلي او مناسبة سعيدة اهم اشي انك تتجنب العناد كن اكثر انفتاح على اراء ومواقف الاخرين ما تتكاسل وبادر لتصحيح الاخطاء استعادة واستعادة لموقعك ما بيناسبك انك تكون وحيد خلال هذا النهار وزي ما حكينا في البداية ان القمر موجود في بيتك 11 اما بالنسبة لبيتك الاول فالامر يعني لو لا انه في علامتين بتدل على نوع من انواع المشاحنات خلال هذا النهار لو لت انه على مستوى الشخصي اليوم ايجابي فحاول انك تمسك عصابك في ساعات الصباح وساعات المساء من الانفعال والعصبية وحتى انه من التكاسل او التراخي لانه شوي نفسيتك رح تكون منطربة في الوقتين هدول اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف على مستوى المال الامور مش جيدة يعني مصاريف 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 ما في اشي جاي يعني ما في اشي اللي نقول والله في فلوس جاي لا هي في مطالبات مالية في مصاريف مالية خلال فترة هاي حاول انك ترتبها بالشكل العقلاني ما ظل اكم يوم وبعدين الامور هاي بتنتهي ولكن انه خلي الامور تمشي بالاتجاه الصحيح وما تضغط حالك باتجاه المال اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف انه الامور جيدة اليوم لا امور التسويق يعني بتقدر تسوق لسلعة معينة او لموضوع معين بتقدر تناقش وتجادل بتقدر تسافر تتنقل تطلع في نزهة كلها هاي الامور رح تكون ايجابية حتى اللي عنده امتحان اليوم رح يكون بشكل جيد اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف انه على مستوى البيت برضو في ضغوط كأنه في نوع حساس معين او حساسية معينة في التعامل مع البيت بتدخل بنقاشات حدي على مستوى البيت او مع احد افراد البيت او في مشكلة معينة موجودة في اطار البيت لافت انتباهك او مشغلي فكرك خلال الفترة هاي حاول انك انت تاخد نفس هيك عميق وتكون ايجابي في حل هاي المشكلة مش بطريقة العصبية والانفعال اما بالنسبة لبيتك الخامس بيت الحض وبيت العواطف وبيت الاحبة فانا بقولك انه النهار هذا روتيني ولكن في ساعات الظهر بدك تنتبه من عصبية او من موضوع ممكن يستفزك او يخلق عندك نوع من انواع الحساسية او ردات الفعل حاول انك تتجاوز الفترة هاي بدون ما تتوتر اما بالنسبة لبيتك السادس فانا بقول اليوم اللي عنده هدف انه يقدم لعمل اليوم ممتاز اللي عنده مقابلة برضو ممتاز وممكن مقدم اذا كنت مقدم لعمل اليوم يجيك موافقة او قبول على هذا العمل فهذا بدعمك بشكل قوي جدا ونوع من انواع الاهتمام بالوضع الصحي اما بالنسبة لبيتك السابع على مستوى الشراك المالي والعاطفي فهو جيد تماما متفاهمين بشكل هادي يعني مش نقول لكثير متفاهمين ولكن انه يوم خالي من المشاكل اما بالنسبة لبيتك الثامن فهو خالي تماما الا انه في فترة الصباح ممكن تنضغط بنوع من انواع المصاريف اما باقي النهار بتتعامل فيه على طبيعتك انت اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف انه اليوم بدك تنتبه خصوصا اذا كان عندك امتحان بدك تستعد بشكل جيد اذا كان عندك تنقلات او سفر اليوم حاول انك تتفقد اغراضك من السرقة من الضياع من النسيان لا اشياء هاي حاول انك تدقق في كل شيء اذا عندك موعد مع طيارة حاول انك تروح قبل الموعد على اساس انه ما تتأخر على طيارتك اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف انه بيت السمعة ما زال كمان اليوم ضاغط وظل اليوم وبكرة وبعدين بنتهي هذا الضغط فحاول انك انت تمشي هاليومين هدولا بدون اي شيء له علاقة في تشويه السمعة او المجازفات او المغامرات او انك تدخل في امور الها علاقة بالتأخير عن العمل او المجازفة في العمل او ردات الفعل مع زملائك في العمل او رأساك في العمل بس اليومين هدولا وبعدين الامور بتنفرج بشكل جيد على مستوى العمل اما بالنسبة لبيتك 11 ففي البداية ذكرناه اما بالنسبة لبيتك 12 فهو يعني شوي ضاغط عليك فعشان هيك بتشعر بنوع من انواع الارهاق او بعض التعب او بعض الامراض العابرة البسيطة يعني مش المهمة كثير اهم مش انه ما تخلي الوسواس يسيطر عليك الافكار السودة هاي والشغلات انك تفكر انك مرض كبير وخطير او ابصر شو معي او هاي كلها هاي بدك تتجاوزها بالفترة هاي يعني ما فيه شيء اللي يدل على انه خطر كبير اللي موجود حاول تنجز العمال الضرورية عشان ما تتراكم العمال عليك وممكن تهتم بصحتك او بصحة احد المقربين لا اليك برج الجدي يوم يعني مش جيد على مستوى العمل ولا على مستوى الامور انجازات الاعمال يعني القمر موجود في بيتك بيت العمل بيتك العاشر بيت السمعة ممكن اليوم تحدث يعني تستغله في احداث نوع من التغييرات على طبيعة عملك حاول انك ما تدخلش باي مشاحنات مع المسؤولين بالعمل ممكن يصير فيه خلاف ما بينك وبينهم حاول انك تقدم افضل ما عندك وما تتهرب من المسؤوليات خصوصا الموكلة اليك او من اداء الواجب لانه ممكن انك تضر بمصلحتك وبدعوك انك تستثمر كل فرصة بشكل جيد اما بالنسبة لبيتك الاول فانا شايف انه النفسية شوي فيها نوع من انواع التوتر هيك محتار بتفكر في شيء معين مشغل فكرك شيء معين بتحقق بمسألة معينة فهذا الاشي رح ينعكس سلبي عليك حاول انك تشحن حالك بشكل جيد وتشحن حالك بطاقة جيدة خلال هذا النهار وما تخلي الامور هاي تتسلل لأفكارك اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف انه الامور جيدة على مستوى المال في فرص لمكسب مالي من عمل اضافي او نوع من انواع المكافأة او نوع من انواع الدعم ممكن تحل مسألة مالية خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك الثالث فما زالت الامور على مستوى التواصل في نوع من انواع الحدية في طباعك او العصبية موجودة عندك فعشان هيك بقولك بدك تضبط عصابك بشكل جيد في تعاملك مع الاشخاص اللي بتعاملوا معك بشكل مباشر حاول ما تنفعل وما تعصب وما تتوتر ما في اشي مستاهل اذا عندك امتحان حاول انك تستعد بشكل جيد لامتحانك واثناء تنقلاتك بدك تركز خوفا من الضياع على طريق مثلا وانت بالسفر او من الاعطال المفاجئة اما على مستوى بيتك الرابع لو لا التوتر اللي ممكن يصير في ساعات الصباح لا قلتلك انه اليوم هذا ايجابي على مستوى البيت ولكن في نوع من انواع التوتر على مستوى البيت او مع احد افراد البيت ممكن شوي هيك يوتروك او يزعجوك فما تنفعلوا ما تعصب الزيادة اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف الامور العاطفية جيدة اليوم تستقر عواطفك في نوع من انواع التواصل او الاطمئنان ما بينك وبين الحبيب في نوع من انواع التواصل الجيد رح يكون ممكن تهتم في صحتك او بصحة احد الابناء او بمشكلة مع احد الابناء اتوجهه بطريقة ايجابية وممكن يبادر احد الاحبة بمفاجأتك بشيء معين اما بالنسبة لبيتك السادس على مستوى العمل ممكن اليوم اتقدم لفرصة عمل او اتقدم لعمل معين او تنجز كثير من الاعمال الموكلة للك اه ممكن تهتم بوضع عملي او بوضع صحي اما بالنسبة لبيتك السابع فهو فارغ تماما على مستوى الشراكب تتعامل بشكل روتيني تام مع الشريك اما بالنسبة لبيتك الثامن فانا شايف انه شوي في امور مالية ممكن في ساعات الصباح تأرقك او تخليك هيك تقعد تحسب وتكتب لا التزامات او بعض الالتزامات او بعض الامور اللي لها علاقة بالامور المالية اللي ممكن توترك اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف الامور جيدة على مستوى الاتصالات والمواصلات خصوصا مع خارج البلاد اللي بيرغب بالسفر عنده اليوم الفترة ايجابية اللي عنده امتحان جامعي برضو رح يكون لصالحه ومصلحته ممكن اليوم تناقشه بجدارة وتقنعه اي شخص بوجهة نظركم ولكن بدون عصبية اما على مستوى بيت المتاعب فذكرناه في البداية بالنسبة لبيت الصداقات والعلاقات ممكن اليوم تهتم بدعوة او بصديق معين او بحل مشكلة لصديق معين رغم انه ممكن يوترك بكلمة او بتصرف معين فهذا الاشي ما يعجبك او يستفزك حاول انك تمسك عصابك ومشي اليوم هذا على خير ممكن تسعد باقي النهار ولكن المشكلة هاي ممكن انها شوي تأثر عليك اما بالنسبة لبيت متاعبك فانا بشوف انه شوي ممكن تتراكم عندك بعض الاعمال او تهمل انجاز بعض الاعمال حاول انك تنجز وما تخليها تتراكم عليك حاول انك شوي تهتم بوضعك الصحي لانه الفترة هاي شوي عندك حساسية او عندك نوع من انواع ضعف حاول انك تهتم بوضعك الصحي بشكل جيد او ممكن تهتم بصحة احد المقربين لا اليك برج الدلو بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة يوم مناسب لاجراء مقابلة او اجتياز امتحان اهمش انك ما تستسلم لا اي شيء خصوصا اي عمل كرر المحاولة وثابر حتى تصل لهدفك من افضل ايام الشهر وبترتفع حضوضك وممكن انك تتوم برحلة او تشارك في احتفال او تناقش بموضوع معين وبكون ايجابي ولا صالحك طبعا القمر موجود في بيتك التاسع في الميزان بيت حليف لا اليك بدعمك بشكل قوي جدا اما بالنسبة لبيتك الاول اليوم تقريبا نحكي هو بشكل روتيني نفسيتك على طبيعتها ما فيه اي شيء ينكد عليك او يضغطك خلال هذا النهار فالامور منقول انه يوم ايجابي على المستوى الشخصي والنفسي اما بالنسبة لبيتك الثاني فشوي فيه نوع من انواع الضغوطات المالية او بعض المطالبات مش زي امس اقل شوي يعني فيه نوع من انواع المصاريف او الامور المالية اللي بتوترك او مقلقيتك او بتعيد في عملية ترتيبها او تنظيمها فيه منكو ممكن يكون علي بعض المطالبات بقولكو انه هاي فترة مناسبة للفوترة او جدوة الالتزامات حاولو انكو برضو تقللوا من مصاريفكو اما بالنسبة للبيت الثالث برضو بدعمك زي التاسع بالتحركات والاتصالات والسفريات يعني فيه امور كثيرة يعني بتفتح لك مجالات كثيرة خلال هذا النهار بتقدر تقنع اي شخص بوجهة نظرك بفكرتك ممكن تهتم بسيارتك او شراء سيارة او استئجار سيارة او بامور العلاقة بالهواتف او الاتصالات او الاشياء اللي من هذا القبيل فالامور كلها ايجابية رح تكون ولصالحك واللي عنده امتحان رح ينجز بشكل جيد اما بالنسبة لبيتك الرابع مستوى البيت ايجابي جدا ممكن تهتم اما باستئجار بيت او شراء بيت او التفكير في امور العلاقة بالعقارات او حتى بتطوير منزلك او عد الترتيب وتنظيمه يعني برضو الامور جيدة ممكن تهتم بافراد العائلة او لقاء عائلة او اجتماع عائلة خلال هذا النهار وبرضو بكون ايجابي اما على مستوى بيتك الخامس فانا شايف الامور العاطفية استقرت تماما خلال هذا النهار فبتقدر تتواصل مع الاحبة او مع الحبيب بطريقة جيدة جدا وتكون الامور لصالحك والحظ بدعمك في كثير من الحظوظ في كثير من المراحل خلال هذا النهار او في كثير من الخطة حاول انك تستغل هاي الحظوظ في تصريف اعمالك في منكو رح يهتم بمشكلة بتتعلق في احد الابناء ولكن رح يحلها بطريقة ايجابية وفي منكو رح يفرح لخبر بتعلق يا بحمل يا اما بمولود جديد اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف الامور جيدة على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة تقدر اليوم تنجز كثير من الاعمال للمكللة اليك تقدر اليوم تقدم لوظيفة معينة او ممكن تنقبل في وظيفة معينة او يكون عندك نشاط باتجاه عمل معين اليوم رح يكون ايجابي جدا حاول انك انت تستغل هذا النهار بشكل مفيد اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف على مستوى الشراك المالي والعاطفي الامور تقريبا منقدر نقول انها ايجابية وما فيه اي سلبية بتتعامل معها بروتين ولكن انه فيه انجازات على مستوى الشراك المالي والعاطفية اما بالنسبة لبيتك الثامن فانا حسيت انه يعني الامور ممتازة على مستوى بيتك الثامن ممكن اليوم تحصل بعض الاموال من اتفاقية مع بعض الشركاء او دعم معين او ممكن عن طريق قرض بنكي او عن طريق مساعدة او استردادات مالية من ضريبة او من تأمين او من مستشفى مثلا يعني فيه نوع من انواع الامور اللي العلاقة بالمال اللي ما بعود لك يعني بيجيك ولكن هو بالاصل مش اليك يعني مثل الميراث مثلا ممكن فيه اشخاص تهتم بمسألة ميراث في الفترة هذه بتكون لمصلحتهم برضو اما بالنسبة للبيت التاسع فذكرنا في بداية التوقعات حكينا شو التأثيرات الايجابية اللي انتم ممكن تستفدوها خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيت السمعة بيتك العاشر فانا شايف انه يعني ما زال في عندك كمان بكرة وبعد بكرة شوي منه بظل ضغط بيت السمعة وبعدها بتنتهي هاي الامور بطريقة مناسبة يوم ايجابي جدا بتقدر تستغله بشكل ايجابي جدا ولكن بدك تدير بالك من اي شيء بشوه سمعتك او اي شيء بيعمل نوع من انواع الحدية بينك وبين زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل وحاول ما تعمل اي شيء ممكن يشوه سمعتك اما هو جيد على مستوى العمل اذا انت قررت انك تنجز الاعمال الموكلة لايلك ممكن يجيك نوع من انواع الاطراء على هذا الانجاز اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه يعني على مستوى العلاقات العامة بتتعامل اليوم بشكل روتيني لا ايجابي زيادة ولا سلبي زيادة يعني بتجامل بطريقة اللي هي المعتادة لطبيعتك ولكن انه مش بالقوة والحرارة اللي انت بدك اياها حتى تعاملك مع اصدقائك وكون بنفس الروح اما بالنسبة لبيت المتاعب فبقول لك بدك تظلك مراقب وضعك الصحي او صحة قريبة لايلك حاول انك انت تنجز الاعمال الموكلة لايلك بدون ما تخليها تتراكم حاول انك انت تكون ايجابي زيادة خلال هذا النهار وما تعصب وما تنفعل وما تتوتر والامور ان شاء الله كلها بتمشي على خير هي كلها ايام بسيطة وبعدين الامور بتبلش تتفكفك باتجاه صحيح برج الحوت بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر وشراكة او تعويض ما تهملوا صحتكم بتناقش بشكل موضوعي خصوصا مواضيع الها علاقة بالتمويل او بقرض ما بتناقش مواضيع مهمة وبتعيش امتحانات صعبة ضغط عليك خلال هذا النهار اهميش انك تعالج الشؤون الادارية بدقة بشكل خاص الملفات الاستشفائية والمالية القمر في البيت الثامن يعني ما زال بالمواجهة لا اليك ولكن هذا افضل ما ممكن انك انت تحصل عليه من خلال البيت الثامن ومن وجود القمر فيه اما بالنسبة لبيتك الاول فانا بشوف انه اليوم نفسيتك برضو فيها نوع من انواع الضغطات اه فيه نوع من انواع الحيرة او التوتر موجودة عندك فحاول انك انت تتجاوزها لانه الايجابي اللي بتجيك من البيت الثامن بتركز على المال فبتدعمك بشكل اقوى اما بالنسبة لبيتك الثاني ففيه نوع من انواع الفرص المالية اللي بتجيك برضو عن طريق العمل الاضافي او نوع من انواع المكاسب عن طريق اشخاص او ممكن نوع من انواع الهبات او المساعدات او الهدايا اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه اليوم عندك كثير من التنقلات والاتصالات اللي منها رح يكون مفيد جدا اللي عنده امتحان رح ينجز بشكل جيد اليوم تقدر تقنع اي شخص بوجهة نظرك عندك سرعة بديهة عالية جدا يعني ونشاط عالية جدا بتقدر تتنقل اكثر من مكان باكثر من اتجاه خلال هذا النهار في منك رح يهتم اما بسيارة او بجهاز هاتف او ممكن شراء او استبدال او صياني حتى ولكن كلها بتكون بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت الرابع فانا بشوف انه فيه اهتمامات على مستوى البيت او العقارات او صيانات او افراد العائلة فيه نوع من انواع الاهتمام بشكل كبير وممكن اليوم تهتموا بشراء شيء لبيت او تغيير ديكور بيت او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة لبيت الخامس بيت الحب والعاطفة انا شايف انه يعني روتيني تتعامل معاه بشكل روتيني فما فيه لا ايجابية ولا سلبية ضغطة على بيت العواطف اما بالنسبة للبيت السادس ففيه نوع من انواع التعامل مع عمل معين لانجاز اعمال متراكمة ممكن اليوم تنجز كثير من الاعمال هاي وممكن اليوم يجيك نوع من انواع الاطراء فيه منك وممكن يقبل بوظيفة او ممكن ينقبل بعمل معين او يدم لعمل معين وتكون نتائج ايجابية وممكن يهتم فيه منك وممكن يهتم بصحته او بامر صحي اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف على مستوى الشراك المالية والعاطفية الامور ممتازة بتدعمك بشكل قوي بالتفاهم مع شركاء او طرح فكرة او مشروع معين او تبادل الافكار لتطوير مشروع معين او شيء له علاقة بالشراكة بالنسبة للبيت الثامن يعني ذكرنا شو التأثيرات اللي ممكن تحصل عليها في بداية التوقعات اما بالنسبة للبيت التاسع فالامور برضو روتينية تتعامل معها بشكل روتيني فعشان هيكي لا تعتمد على الحضوض اذا كان عندك امتحان واذا كان عندك سفر حاول انك تكون بموعد الطيارة وتفقد اغراضك من الضياع او من النسيان اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فما زالت الامور ضغطة عليك وضاي اليومين كمان غير اليوم وبعدين بنتهي هذا الضغط او بخف هذا الضغط على بيت السمعة ولكن انه حاول انك تنجز الاعمال الضرورية والاعمال المطلوبة منك في مكان عملك وحاول انك ما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل او رؤساك بالعمل حاول انك ما تتأفأف وما تتذمر وما تتكاسل يعني انجز اللي بتقدر عليه لانه رح يكون لمصلحتك خصوصا بعد هاي الفترة الضغطة كانت على العمل اما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الامور ضغطة على بيت العلاقات والاصدقاء في نوع من انواع التفاهم يعني عدم التفاهم او نوع من التوتر الموجود في مع بعض العلاقات او مع بعض الاشخاص اللي انت بتعرفهم حاول انك تتجاوز هذه الفترة بطريقة ذكية لانه ما ظل برضو يومين وبتنتهي الضغطات على بيت الاصدقاء وبعدين بتعود المياه لتواصل بشكل جيد اما بالنسبة لبيت المتاعب فما زال بيت المتاعب ضغط فعشان هيك يبضغطك في العمل وبضغطك في الصحة حاول انك تنجز العمل المطلوب منك قصوصا الضرورية ما تخليها تتراكم راقب وضعك الصحي او ممكن تراقب وضع صحي لشخص من المقربين لا اليك او اللي بعزوا عليك وحاول تكون حذر من الاشخاص اللي ممكن يتوامروا عليك من وراء الكواليس او اشخاص يحاولوا انهم يستغلوا بعض المعلومات عنك لا افشاءها او افشاء سرك وهذا الاشي رح يتعبك نفسيا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء